اشتركوا في القناة درستنا اليوم بعنوان طبيعة بشرية طبيعة بشرية عبارة عن نص شعري اليوم رح نقوم بشرح وحل اسئلات هذا النص ولكن اولا اذا انت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات اول باول ايضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لاكبر عدد من اصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف ايضا احنا اضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لالكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فاي حدا حابب يدعم القناة بامكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف اسفل الفيديو ايضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف ايضا اسفل الفيديو وبتمنى انكو تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف اسفل الفيديو حتفيتكو كتير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ بين يدي النص محمد وليد شاعر سوري ولد عام 1944 في مدينة اللاذقية حصل على شهادة الدكتوراه في الطب من جامعة دمشن والابيات التي بين ايدينا من ديوان الشاعر اشواق الغرباء وفيها يقص علينا قصة طفلة فقدت درهمها طبيعة بشرية محسن ابصر يوما طفلة دمعتاها همتا رقراقتين يروي الشاعر في قصيدته حكاية عن شخص محسن قد رأى طفلة حزينة تبكي بكاء شديدا وكانت دموعها تسيل بغزارة همتاء اي سالتا رقراقتين اي غزيرتين جلست تبكي بقلب موجع ترسل الآهة حينا آهتين اي قد جلست تبكي من اعماق قلبها الموجوع وترسل آهات البكاء بشكل متتالي لشدة حزنها قال فما الخطب اجيبي طفلتي فلعينيك فداء كل عيني سأل المحسن الطفلة عن سبب بكائها معبرا عن حنانه وحبه لها فقد استعد لفدائها فأجابت في نحيب محزن ودموع العين تسقي الوجنتين درهمي ضاع ومالي غيره وأنا من بعده صفر اليدين تجيب الطفلة على سؤال المحسن لها وهي في بكاء شديد ودموعها تسيل على خديها فقد كان سبب بكائها هو ضياع درهمها الوحيد حيث أصبحت بعده فارغت اليدين من المال إذن الفكرة الرئيسية لهذه المجموعة الأولى من الأبيات الطفلة تبكي درهمها المفقود قائل النص هو محمد وليد وهو شاعر سوري من هو المحسن؟ طبعا هو الذي يحب أعمال الخير ويحسن للناس ويساعدهم معنى كلمة همتا أي سالتا رقراقتين غزيرتين موجع معناها أو موجع معناها متألم الآها هي شهيق أو شهيق البكاء الخطب بمعنى المصيبة نحيب هو البكاء الشديد الوجنتين بمعنى الخدين دموع العين تسقي الوجنتين اشرح الجمال في العبارة السابقة شبه الشاعر الخدود بالأراضي الزراعية التي تسقى مضاد كلمة محسن مسيء مضاد ترسل تستقبل مضاد رقراقتين شحيحتين مضاد أجيبي اسألي ما نوع الأساليب الآتية؟ ما الخطب أسلوب استفهام؟ أجيبي بمعنى أو أسلوب أمر ما لي غيره أسلوب قصر؟ جمع كلمة محسن محسنون جمع الآهة الآهات على ما تدل العبارات فعينيك فداء كل عين أو فلعينيك فداء كل عين تدل على الحب الشديد للطفلة صفر اليدين دلالة على نفاذ المال التام من الطفلة ترسل الآهة آهتين دلالة على شدة الحزن الذي أصابها قال هيا طفلتي لا تجزعي لا تراعي إن هذا الخطب هين يحاول الرجل المحسن التخفيف عن الطفلة الحزينة فيطلب منها أن لا تحزن ولا تخاف فإن الأمر بسيط وحباها درهما في يدها ماسحا من كل عين دمعتين أعطى المحسن الطفلة درهما بديلا عن الدرهم المفقود ووضعه في يدها ومسح دموع عينيها قال هيا أطلقي وجه الرضا وأريني بسمة أو بسمتين يحوث المحسن الطفلة على نسيان ما حدث وأن تريه وجها آخر من السعادة والبسمة والسرور طبعا الفكرة الرئيسية الثانية لهذه الأبيات هي المحسن يهب الطفلة درهما أملا في ابتسامتها لماذا طلب المحسن من الطفلة أن تكف عن الحزن والجزع؟ لأن أمر الدرهم هين ولا يحتاج هذا الخوف والحزن والجزع لا تجزعي لا تراعي طبعا على ما يدل تكرار النهي يدل على شدة الحزن والخوف الذي حل بالطفلة معنى كلمة تجزعي أي تحزني تراعي بمعنى تخافي أو تراعي بمعنى تخافي هين بمعنى بسيط حبى بمعنى أعطى أطلقي وجه الرضا ما الجمال في العبارة شبه الشاعر الوجه بطير حبيس يريد إطلاقه مضاد تجزعي تفرحي مضاد تراعي أي تطمئني مضاد هين شديد مضاد أطلقي احبسي عكس الرضا الصخط ماسحا من كل عين دمعتين على ما تدل العبارة تدل على الحنان والرحمة لا تجزعي أسلوب نهي إن هذا الخطب هين أسلوب توكيد أطلقي وجه الرضا أسلوب أمر نأتي الآن إلى الأبيات الأخيرة والفقرة الثالثة غير أن الطفلة ازدادت بكا وكأن الكرب أضحى كربتين يعني لم تكف الطفلة عن البكاء بعدما أخذت الدرهم من المحسن ولكنها ازدادت بكاء وحزنا وكأن المصيبة أصبحت مصيبتين قال ما الخطب أجيبي طفلتي هل أصاب الكرب إحدى المقلتين يسأل المحسن الطفلة عن سبب مكائها مرة أخرى فيقول هل أصاب الحزن والهم إحدى عينيكي فأجابته بقلب موجع لم يصب إحداهما أو الإثنتين إنني أبكي بحزن درهمي فهو لو ظل لأضحى درهمين تجيب الطفلة عن سؤال المحسن بأن الحزن لم يصب عينيها لكنها تبكي على درهمها الذي ضاع فلو بقي معها لأصبحت تمتلك درهمين ما موقف الطفلة بعدما أخذت الدرهم من الرجل المحسن ازدادت بكاء وحزنا ماذا نسمي هذا الطبع نسميه الطمع ما موقف الإسلام من الطمع طبعا حث الإسلام على القناعة ونهى عن الطمع كيف تتصرف لو كنت مكان الطفلة أرضى بقضاء الله وأكف عن البكاء ما العاطفة المسيطرة على الشاعر هي العاطفة الإنسانية إذن الفكرة الرئيسية لهذه المجموعة الأخيرة من الأبيات الفكرة الثالثة أن الطفلة تعود للبكاء طامعة معنى الكرب هو الحزن والغم مقلأ بمعنى عين هل أصاب الكرب أسلوب استفهام؟ لم يصب أسلوب نفي إنني أبكي أسلوب توكيد لو ظل لأضحى درهمين أسلوب شرط عكس ازدادت نقصت جمع الكرب الكرو جمع مقلأ مقل نأتي الآن إلى حل أسئلة الكتاب كيف كانت حال الطفلة حين أبصرها الرجل المحسن؟ كانت تبكي بقلب موجع وترسل الآهات ما الذي أبكى الطفلة أولا؟ الذي أبكاها أولا هو ضياع درهمها ولأنها أصبحت صفر اليدين ما الذي فعله الرجل المحسن ليخفف حزن الطفلة؟ حباها درهما في يدها ماسحا دموعها نستخرج من النص ألفاظا تدل على الفرح وأخرى تدل على الحزن طبعا الألفاظ التي تدل على الفرح هي أطلقي والرضى وبسمة بينما الألفاظ التي تدل على الحزن أبكي بحزن دمعتاها وتبكي وموجع والآهة ونحيب ومحزن ودموع العين وصفر اليدين وتجزعي وكرم يعني معظمها كلمات تدل على الحزن عبر الرجل عن حنانه على الطفلة نعين ألفاظا وعبارات تدل على ذلك طبعا قوله لا تجزعي فداء لا تراعي هين حباها ماسحا أريني بسمة هيا طفلتي استغرب الرجل بكاء الطفلة في المرة الثانية لماذا؟ فقد ظننا أن غما وحزنا أصابها ما المفاجأة التي حملتها إجابة الطفلة؟ كانت في أنها تبكي على درهمها الذي ضاع فلو بقي لأصبح درهمين ما الطبيعة البشرية التي يوحي بها عنوان القصيدة؟ هي الطمع نصل بين الأسلوب اللغوي في العمود الأول ونوعه في العمود الثاني فيما يأتي ما الخطب؟ أسلوب استفهام لا تجزعي أسلوب النهي أريني بسمة أسلوب أمر وربي أسلوب قسم أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر